ألف ألف سلامة على كل الموليد وبفكر حضراتكم زي ما النسبة مرتفعة نسبة الأطفال المكتسرين اللي بيحتاجوا دخول الحضانة زي ما سمعتهم كده في الفيديو جراف اللي بشكر زملائي عليه من 10-12% ولكن نسبة كبيرة جدا جدا من الأطفال دول بيخرجوا في حالة سلامة وتعافي كاملة من الحضانة عايز أعلق بقى على الفيديو جراف ده نزود بقى المعلومات اللي انتوا سمعتوها دي بشوية معلومات تانية أول حاجة إجابة السؤال الصعب إيه هو السؤال الصعب؟ كلكوا عارفين وكل اللي مروا بالتجربة دي عارفين يقفوا كده برة الأم والأب والعائلة كلها وبيسألوا الأطباء اللي بيخرجوا من جوة من الحضانة ابننا أو بنتنا هيخرجوا إمتى والحقيقة أنا بقول إن ده السؤال صعب صعب قوي على اللي بيسألوا وصعب أكتر على اللي بيجاوب لأن الدكاترة إجابتهم العلمية بتكون ما نعرفش صدقوني الدكاترة هنا مش بيديقوكو ولا بيغلسوا عليكو ولا عايزين الطفل ده يقعد كتير عشان الناس تدفع فلوس أكتر أو زي ما بعض الناس بتتصور لأ لأن الحضانة دي الحضانات دي على طول ما بتقعدش مش فاضية يعني مهمة أوي لنا كأطباء إن الطفل يتعافى عشان يقوم بالسلامة ويدخل طفل تاني فعايزة نبه حضراتكم إنكم لما تسمعوا كلمة معرفش ما تتديقوش لأن زي ما سمعتوا كده في التقرير حالة الطفل بيتم تقييمها كل ساعة وجوه الحضانة وارد إنه يحصل تغيرات حدة جدا بس انتم بتبوش عارفين عنها حاجة تغيرات شديدة بس بتتلحق بسرعة لأن ده زي ما بيقولوا دي سيز دانيموف زا جيم يعني ده قانون اللعبة أو قانون العلاج جوه الحضانات إن الأطفال حالتهم بتتغير من حالة إلى أخرى فما نعرفش الإجابة إنه ها يخرج إمتى لكن ساعاتها ممكن يقول لكم الطفل كويس الطفل الحمد لله بتدى يتحسن إحنا بتدينا نشيله مثلا من على جهاز تنفس الصناعي أو مش محطوط على التنفس الصناعي وهكذا تاني نقطة عايزة أعلق عليها هي فوبيا أو الإحساس الشديد أوي بالخوف اللي بيكون عند الأمهات والأباء لما بيكون عندهم حد من الأطفال دخل لحضانة وبيخرج بسلامة الله ويفضل عندهم فوبيا أو زي ما بقول إحساس كبير أو بالخوف من إنه هم يفضلوا يصابوا بالأمراض بعد الخروج الحقيقة إن المعلومة دي مش صح اللي عايزة أقوله لكم إن فيه صحيح بعض الأمراض متعلقة بوجود الطفل في الحضانة زي التهاب مثلا القصابات الهوائية أو القصابات الهوائية نتيجة لو كان متعلق للطفل أو متركب للطفل أمبوبة تنفسية ده وارد جدا لكن مش معنى إن الطفل دخل للحضانة إنه هيبقى محكوم عليه إنه لما يخرج هيبقى بيعيا كتير دي معلومة غلط الطفل طالما خرج من الحضانة هو طفل عادي تماما سلامته وصحته ومسؤولية حضراتكم مش ملوش بقى خلاص علاقة بالحضانة طالما خرج النقطة اللي بعد كده إن مراحل نمو الطفل اللي دخل للحضانة تحسبوها دايما أقل شهرين من المتوقع يعني إيه يعني لما نقول مثلا إن الطفل هيقعد عند نهاية السادس لا يبقى الطفل يدخل الحضانة توقعه ده يحصل في شهر الثامن لما نقول مثلا إنه هيقف ما بين الشهر التاسع والاثناشر لا نديله فترة أطول بدايما بمعدل شهرين وده لإنه وجود الطفل في الحضانة قد يؤخر عمليات النمو في معادها الطبيعي اللي لسه إيلكه في الجزء الأول ملهاش معاد سابت لكن دايما لها رنج طيب هل ده في المطلق يعني هيفضل الطفل ده على طول الإجابة لا ده لغاية نهاية السنة التانية بعد كده كل الأطفال بتحصل بعض لإن المهارات اللي بعد السنة التانية بتبقى مداهة الزمن واسعة فكلهم بيتساوه وكلهم بيحصلوا بعض عايزة نبع حضراتكم إن الزيارات بتكون ممنوعة في المستشفى وفترة النقاهة الأولى فترة النقاهة الأولى دي هي بعض الخروج من المستشفى بمدة شهر يعني أي عيلة بتبقى عايزة تطمن وعايزة تبدي تعاطف مع الأب والأم أنا موافق لكن ما تفتكروش إن الزيارة جوه الحضانة ده مسموح بيها الوحيدة اللي مسموحة إنها تدخل الأمهات والأم دي بتدخل في أوقات محددة طيب الطفل خرج بالسلام خلاص خرج سواء في البيئة يعني في المستشفى قاعد يوم ولا اتنين في قد عادية أو هو بيخرج الحقيقة ما بيعودش في قد بيخرج على طول تمام أنا بقول لكم ممنوع الزيارة لمدة شهر لأن الطفل في الوقت ده بالذات بيكون بيتعافى وجهازه المناعي بيرجع يستعيد نشاطه فلو سمحته أجلوا الزيارات المجاملة الطيبة الجميلة أجلوها بس لمدة شهر أو أكتر تغذية الطفل جوه الحضانة بتعتمد على قدراته يعني في أطفال بتبعوا جوه الحضانة وترضع طبيعي في أطفال ما بتقدرش ترضع طبيعي لأن الرضع الطبيعي بتبعوا عايزة مجهودة على فكرة فبدي يرضعوا صناعي في أطفال تالتة ما بيقدروش حتى يرضعوا صناعي فبيرضعوا عن طريق الأنبوبة يعني فيه أنبوبة كده بتدخل من المناخية فخلوا بالكوا إنه درجة التغذية دي دي حاجة مهمة أوي بس درجة أو مستوى التغذية بيتم بناء على قدرات الطفل ومهمة أوي إن أنا أقول لكم النصيحة دي بضرورة فحص شبكية العين عند الأطفال اللي قضوا فترة في الحضانات ليه؟ لأن الأكسوجين اللي بيستخدم علشان استكمال البناء الوظيفي للجهز التنفسي أحيانا الأكسوجين ده وجد إنه بيأثر سلبيا شوية على شبكية العين بس فيه قاعدة في الطب كده بتقول إيه مقابل إيه يعني إحنا بننقص حياة الطفل لو حصل مشكلة أو ضرر في العينين نلمها بعد كده أو نتعامل معها طبي العبء النفسي اللي بيكون على الأم والأب لازم نخفف عنهم ونقف جنبهم وأرجوكوا بلاش إحساس بالزنب إن أنتوا السبب بشكل أو بآخر أنا بكلم الأمات والأباء إن طفلكوا دخل حضانة لا ده أمر ما لكوش أنتوا علاقة بيه وبنبه برضو لخطورة نقل الطفل من مستشفى إلى أخرى لأن فيه ناس كتير قوي تقولك طبعا نقل طفلي من المستشفى دي مستشفى دي لا طالما دخل حضانة في مستشفى يفضل جدا أو بمعنى أدق علميا إنه ما يتنقلش من مكان إلى آخر وطبعا يعني عايزكوا تتطمنوا على الأطفال اللي بيدخلوا الحضانة وبيخرجوا لأن إرادة الحياة اللي عندهم بتكون سر من أسرار الله سبحانه وتعالى بيضعها فيهم فما تقلوش عرفنا لوقتي معلومات عن الأطفال المبتسرين ترجمة نانسي قنقر